اشتركوا في القناة أولئك للأنبياء وتحية الأنبياء لنا السلام عليكم اليوم نريد أن يكون السلام معنا ويكون لنا ويكون علينا ونمتلكه ليت السلام يفيد في حياتك ويملأ بيتك ويملأ عقلك ويملأ فكرك ويملأ كل شيء فيك هذه الحلقات خاصة جدا جدا لأن معنا ضيف خاص وعزيز راباي نعم راباي إنسان اتبع يسوع المسيح وغير المسيح حياته نسير معه في رحلة في هذه الأيام في الحلقة الماضية رأينا كيف أنه كان إنسانا يهوديا سار على مدرسة اليهود وتعلم كل الأشياء في الكتاب المقدس في العهد القديم ورأينا أن الرب نقله نقلة جديدة في هذه الحلقة سنواصل مع أخينا راباي جيسون جيسون أنا سعيد جدا أن أراك مرة ثانية وأن نتقابل في هذه الحلقات عظم أن أكون معك السلام عليكم السلام عليكم سلام لك في الحلقات الماضية تحدثنا قليلا عن حياتك وخلفياتك ونجاة عائلتك من الإبادة الجماعية الهولوكوست ذلك الشيء الرهيب الذي حدث في التاريخ وكيف أثر ذلك على حياتك ولكنني أذكر أيضا أنك قلت إن تلك الأشياء لم تجعلك تشعر بالمرارة تيجاه الناس بل جعلتك تحب الناس بالطبع جعلتك تتحمل الناس وذكرت أن كل الناس مخلوقون على صورة الله هذه النقطة التي ذكرتها هي نقطة مهمة لأني أعتقد أن التجارب الصعبة في حياتنا يجب أن تمنحنا المزيد من التعاطف والحنو وهذا يذكرني بالنبي موسى لم يظهر الله لموسى من خلال شجرة ولكن من خلال علايقة ظهر الرب من خلال شجرة شائكة ليقول لنا أنا أفهم معاناة البشر وأنا أريدك يا موسى أن تفهم معاناة الناس أعتقد أننا يجب أن نكون قادرين أن نستشعر ذلك بعمق انتجاه الآخرين هل يشعر الله بنا كذلك حينما نمر بأوقات مؤلمة؟ أعتقد أن الله محب ويهتم بنا حقا ويصهر علينا فأنا مثلا لدي ولداني صغيرا ولا شيء يؤلم قلبي أكثر من أن أرى أولادي يكتازون تجارب صعبة ومؤلمة وأعتقد أن الله يتأثر ويتعاطف معنا عندما نمر بتلك المواقف والظروف إذا كان هناك أناس يمرون بظروف صعبة ماذا تقول لهؤلاء؟ ما أقوله هو الله يرى كل صعب تمر به وهو يهتم بك بعمق ويريد أن يكون معك في وسط كل هذا هو رؤوف ورحيم هو كثير الرأفة ويمكنك أن تلقي عليه بكل همومك لأن الرب يعتني بك جدا أمين أمين أنت تعلم أن جلوسنا معا هنا هو بمثابة معجزة كما ذكرنا في الحلقة السابقة شخص يأتي من خلفية يهودية وأنا أتي من خلفية إسلامية والرب يسوع المسيح يجعلنا واحدا فيه أمين أشكرك جدا على محبتك لنا أيضا وسوف نتكلم عن تلك الأشياء في حلقات أخرى بالطبع ولكن دعنا نواصل الحديث عن حياتك وعن الشهادة التي صنعها الله معك عرفنا في الحلقة الماضية أنك بدأت في التأمل وبدأت بالبحث ثم حدث شيء فلتحدثنا قليلا عنه كنت فعلا أبحث عن الله وأفتش عنه بطريقة كانت متهورة وفي أماكن خاطئة لكن الله صالح وذات يوم حين كنت أتأمل وعادة أتأمل لأربع ساعات يوميا بدأت روحي في الاهتزاز فجأة وشعرت بأنها بدأت تصعد لأعلى وتترك جسدي وكنت أرى نفسي هناك جالسا بجسدي في الغرفة وروحي تطفو فوق جسدي كان إحساسا لا يمكن قبل أن تروا يا لنا ما حدث حينما قلت إنك كنت تتأمل هل كنت تتأمل كيهودي أو كنت أقوم بما يمكن أن تسميه تأملا تجاوزيا تأملا ماذا؟ هذا يشبه تلاوة تعويذة كأن تقول أو أو شيئا كهذا يشبه الطقس طقس نعم طقس كنت أفعل هذا النوع من التأمل الشرقي كما تعلمته هذا لا علاقة له باليهودية لا علاقة له باليهودية حسنا أنت كنت تتأمل في ذلك اليوم وكنت تكرر أشياء كنت قد تعلمتها نعم نعم وماذا بعد؟ وبعد ذلك بدأت روحي ترتجف وتترك جسدي مررت من خلال السقف ومن خلال السحاب والشيء التالي الذي أدركته هو أنني في السماء ورأيت ذلك الملك رائع الصورة عاليا ومرتفعا فوق ذلك العرش المجيد ذلك الملك العظيم يتجلى في نور أبيض ساطع رائع وجميل كان جسدي كله حرفياً يرتجف ويهتز بشدة وكان ذلك بسبب قوة ذلك الملك وقوة حضور الله لم أختبر قط مثل هذا الشيء في حياتي كلها واو أكان ذلك حقيقياً بالنسبة لك؟ أم كان من وحي خيالك؟ أو شيئاً من هذا القبيل؟ كان حقيقياً أكثر من أي شيء آخر اختبرته الشيء المذهل الذي أدركته أنه في محضر الله تصير كل حواسك حية أكثر كأن كل شيء يصير أكثر وضوحاً يصير كل شيء حقيقياً أكثر لأننا لسنا مقيادين بحدود أكسادنا المادية لم أتخيل هذا ببساطة كنت حرفياً وروحياً أختبر كل ذلك في الزمن الحقيقي وحينما نظرت إلى ذلك الملك تتأثيري تلك القوة التي كانت تنبض في جسدي كنت في حالة نشوة شعرت بكل خلية في جسدي فجأة بدأ الملك في التحدث إلي وعندما تحدث تأكدت أنه كان يسوع لم أكن أعرف شيئاً عن يسوع لقد نشأت كيهودي لم أكن أعرف أي شيء عن يسوع لم أكن أعرف أنه المسيح لم أكن قد قرأت العهد الجديد قط لم أتعلم شيئاً عنه بالكاد كنت قد سمعت اسمه ولكنني كنت متأكداً أنه هو الجالس على العرش ثم بدأ في التحدث إليه وقال لي إنني مدعو لأتعرف عليه وإنني مدعو لكي أخدمه قلت يا إلهي ماذا يعني هذا الشيء الذي أدركته هو أنني عدت لجسدي مرة أخرى والشيء المذهل حقاً هو أنني حينما عدت إلى الوعي والإدراك وأصبحت ثانية في غرفتي كان جسدي لا يزال يرتجف إذن فالاختبار كان حقيقياً كان حقيقياً جداً ظل جسدي يرتجف لبضعة دقائق وكنت ما أزال أشعر بذلك الحضور القوة والروعة وقدسة الله هل أدركت في ذلك الوقت ما حدث لك وحاولت أن تستوعب ما حدث أو أنه لاحقاً حينما بدأت في قراءة الكتاب المقدس أكثر فأكثر وعرفت يسوع أكثر فأكثر اتضح الأمر نعم نعم لقد خرقت من تلك التجربة وكنت في حالة رائعة من النشوة في حالة من الإحساس بصلاح الله وبحبه وحضوره وقوته بدأت في الجري داخل البيت أنا ما أدعو لكي أخدم الله أنا ما أدعو لكي أخدم يسوع فقالت لأمي أنت ما أدعو لكي تخدم من كنت وقتها لا أمتلك بعد سياقاً أفهم من خلاله يسوع أو لا أفهم ما حدث ولكن هذا كان حقيقياً بالنسبة لك فقلته بصوت مرتفع نعم لقد أدركت لأول مرة في حياتي أنه بسبب هذا الاختبار وكنتيجة لهذا اللقاء أنا يسوع حقيقي كان حقيقياً كان قوياً وفهمت وقتها لماذا جعل الله له مكانة خاصة في العمل الذي كان يقوم به في العالم ولكن لم أكن أفهم وقتها من هو يسوع بالضبط حتى بدأت أقرأ الإنجيل لاحقاً أوكي وحينئذ بدأت أدرك ما حدث من هو بالفعل وما حدث لي لقد ذكرت لنا في الحلقة السابقة أنه حينما نبحث عن الله فإننا سنجده حقاً وهذا ما حدث معك أعتقد أنه رغم أني كنت أبحث عن الله في تلك الأماكن الأخرى المختلفة عما تربيت عليه وهما أعتقد الآن أن الله يعتبرها عبادة وثنية أعتقد أن الله رؤوف وكما كان الحال مع آدم في جنة عدن يأتي الله ويبحث عن آدم وحواء حتى بعد ما أخطأه يأتي الله ويبحث عنهما هناك حقيقة هي أني كنت أبحث عن الله ولكن أكثر من كوننا نبحث عن الله ونتوق إليه فإنه هو يتوق إلينا ويبحث عننا ويريد أن يجدنا حتى أكثر مما نريد نحن أن نجده ماذا أفعل لأشجع الله أن يبحث عني سأقول لك أعتقد ما ينبغي علينا أن نفعله في المقام الأول أن نطلب من الله أن يظهر لنا ذاته وأن يرينا من يكون هو وأن نرى من يكون يسوع حقا من يكون هو من هو المسيح كما أعتقد أن قراءة الكتاب المقدس وبخاصة قراءة الأناجيل التي هي العهد الجديد لأني كثيرا ما سمعت من أناس آخرين أشياء عن عن المسيح عن يسوع عن المسيح ولكنني لم أقرأ هذه الأشياء بنفسي نعم وحين قرأت الأشياء بنفسي بدأ كل شيء يتضح لي بعدما اكتملت الصورة أمام عيني هذا ما حدث لي حينما نشأت لم أنشأ في كنيسة أو مجتمع مسيحي وقد كنت أكره المسيحيين في الحقيقة وسمعت كثيرا عنه مثلا سمعت أن يسوع هو كلمة الله ولكنني لم أقرأ كلمته وبالتحديد العهد الجديد الذي قطعه الله معنا لم أكن قد قرأته قط إذن أنت تشجع الذين يأتون من نفس الخلفية مثل حالتي على أن يبحث عنه ويقرأ ما قاله عن نفسه ولا يكتفون بما قال الآخرون عنه بالطبع حسنا أنا أعتقد إن كنا حقا نريد معرفته فإن هذا شيء في غاية الأهمية ما الذي سوف نخسره؟ نعم ليس هناك ما نخسره أعني إن كان فعلا حقيقيا فسوف نلتقي به وسيجدنا وسيغير حياتنا هناك الكثير من الحكمة في التعليم عن يسوع المسيح أقصد حتى القرآن يذكر الكثير عن يسوع ويقول كلاما جيدا وأنا أعتقد أن الأديان الرئيسية في العالم بطريقة ما تعترف بيسوع وبتعاليمه ويشيرون إليه بطريقة ما اليهود يتكلمون عنه المسلمون يتكلمون عنه وحتى الهندوس والبوذيون الذين كنت أعرفهم كانوا يتكلمون عنه ولكن ماذا يريد هو أن يقول أوكي هذا ما سوف نتكلم عنه في الحلقات القادمة بإذن الله ولكن دعنا نعود الآن إلى حياتك عندما خركت جريا وأنت تهتف بصوت عال وتقول إنه يدعوك لكي تخدمه وأمك التي ظنت أنك جننت نعم ماذا حدث بعدها؟ في الحقيقة بدأت أسأل سؤالا مهما من هو؟ من يكون هو؟ وأذكر الآن تجربة حقيقية حدثت في وقت قصير بعد ذلك كنت في مدينة نيويورك وكنت أمارس بعض التأمل والممارسات الروحية ثم خركت من باب المكان الذي كنت فيه وبمجرد خروجي من باب ذلك المكان وأنا أعبر الشارع في مدينة نيويورك وعلى حين غرّة ظهرت إحدى السيدات وكنت أرتدي قميصاً وكلمة الحقيقة مكتوبة عليه على قميصي على الجزء الأمامي منه نظرت السيدة إلي وقالت هل تعتقد أن الحقيقة واضحة وعميقة ومطلقة؟ لقد اندهشت لأن على الجزء الخلفي من قميصي ما قالته كان مكتوباً خركت تواً وكانت هي تقف أمامي كيف قرأت ما في الخلف؟ شيء غريب كانت تعلن ذلك لك كانت تعلن ذلك لي وفجأة وفي شوارع نيويورك المزدحمة جداً توقف كل شيء كأن الوقت توقف وصار كل تركيزي واهتمامي منصباً عليها هي محور الكون وعندها بدأت تكلمني عن يسوع عن المسيح عن كونه هو المسيح والشيء التالي الذي أدركته أنني أفقت وعدت إلى وعي وأنها قد اختفت غير موجودة في أي مكان وأدركت أنني كنت في نوع من أنواع اللقاءات الروحية هي تخبرك عن الحق؟ نعم تخبرني عن الحق نعم نعم يبدو لي أن الحق ليس شيئاً مجرداً في مكان ما أخبرنا ما هو الحق؟ نعم أقصد أن الشيء الأول الحق هو شخص يسوع يسوع قال أنا هو الطريق والحق والحياة نعم ولذلك فالحق نجده متجسداً بطريقة ملموسة وقوية وسوف نجده في كلمة الله المكتوبة في الكتاب المقدس وكذلك في كلمة الله الحية يسوع الذي يجسد الكلمة بأكمالها يسوع هو الكلمة الذي ظهر في الجسد به نعرف الحق والحق هو الذي سوف يحررنا عندما تعرف الحق يحررك الحق ولذلك فإنه مهم للغاية أن تعرف الحق لأن ما تؤمن به يؤثر على كل الجوانب التي تحدد من نحن هويتنا إذا كنا نؤمن بأكاذيب أو بأشياء غير حقيقية عن أنفسنا أو عن الآخرين فإن هذا يضعنا تحت العبودية إذا لم يكن لديك إيمان ستعيش في خوف إذا صدقت الأكاذيب عن الناس ستجني الكراهية بدلاً من الحب نحن يجب أن نعرف الحق لأن التغيير يبدأ من أذهاننا لذا فمعرفته هي أهم شيء معرفة يسوع ستحررنا وعندها يمكن أن نتقابل مع الآخرين وأن نتكلم معاً كما نفعل الآن بالتأكيد لأنني أعتقد أن الحق لا يمكن أن يكون مجرد الأشياء التي نؤمن بها من حقائق مجردة أو عقيدة أو لاهوت بل يجب أن نعرف كيف نعيش الحق كيف نعيش الحق في إطار العائلة والصدقات والعلاقات كيف نعيش الحق في مكان العمل كيف نعيش الحق عندما لا يكون لا يكون الأخرون لطفاء تجاهنا كيف نعيش يسوع يعطينا مثالاً كيف يكون ذلك ممكناً وهو يمنحنا الحكمة الكافية لنعرف كيف نعيش هذا النموذج هو يعطينا القوة أنت تعلم أنه ليس علينا اكتساب ذلك لأنه يعيش فينا إذن تقابل الله معك أولاً أنت سألت ورأيت هذا الوهج وقلت هناك أكثر ثم كان لك هذا الاختبار صعدت للسماء وقابلته وتلك المرأة التي قابلك بل الأدق أن أقول قد أرسلها الله لك عندما نجمع كل ذلك كيف ترى الأمر؟ ماذا نستنتج منه؟ أعني هذه الاختبارات نجمعها كلها معاً ونفكر فيها الآن حين أفكر أولاً في أن الله صالح ورؤوف جداً أفكر في أنه يعمل كل الأشياء معاً للخير للذين يحبونه الذين هم مدعوون حسب قصده وأفكر في أن هذا مبدأ هام جداً يجب فهمه لأن الفداء والخلاص والتجديد هم حقيقة والله باستطاعته أن يستخدم كل شيء نكون قد اختبرناه في حياتنا الصالحة أو السيء ليس علينا أن نشعر بالخزي يمكنني أن أراجع ما مضى من حياتي وأقول يا إلهي لا أصدق أنني كنت أفعل تلك الخطايا وأنني كنت أمارس تلك الأشياء التي كانت أوثاناً وأحيا حاملاً العار بل يمكنني الآن أن أقول أن الله يستخدم كل تلك الأشياء في حياتي ليغيرني حتى أجده وأصل إلى هدفي وهذا شيء هائل والهدف منه أن أدرك أنه ليس مهماً ما قد فعلته أو من أين أتيت لأن الله يستخدم كل تلك الأشياء حتى حتى يجعلك الشخص الذي يريدك أن تكونه وأن تعرفه شخصاً أن تعرفه هو يأخذ ماضينا ويغير الإساءات والآلام والخسارة والعقبات الرب يغير كل ماضينا ليعطينا رجاءاً وحياة لهذا فإنه لا يهم ماذا فعلت أو من أين أتيت دعني أعود خطوة صغيرة إلى الوراء لتلك المرأة التي قابلتها وشرحت لك الحق كشخص يهودي عاش في التوراة وكل ذلك التقليد حينما سمعت كلمات يسوع المسيح أنا هو الطريق والحق والحياة ماذا يعني هذا لشخص يهودي؟ في البداية حين اتصل بي جون عز أصدقائي عبر الهاتف وكلمني سعيداً قائلاً جيسون لقد وجدت الحقيقة فسألته ما هي؟ فأجاب المسيح قلت له أنت مجنون أنا رجل يهودي يسوع للأسف يسوع لا يناسبني كان هذا أول رد فعل لي أقال لك إنه إنسان لطيف وعليك أن تتعرف به؟ قال لي يا جيسون المسيح هو الحق وعلم أنك إذا لم تؤمن به نعم فإنك ستكون في مشكلة فأجابته حسناً هذا جيد بالنسبة لك الرب يباركك ولكنه لا يناسبني وذلك لأنني كنت أؤمن في ذلك الوقت أن هناك طرقاً كثيرة تؤدي إلى الله وأن هذا مقبول بالنسبة له كمسيحي أن يجد الله من خلال يسوع لكنني سوف أجده كيهودي بطرق أخرى هذا ما تصورته ولم أفهم حقيقة ما يقوله الكتاب عن المسيح ومن يكون هو والآن لدي منظور مختلف عما يعني هذا لقد أدركت بعد قراءته أن الحياة والرجاء هما فقط في المسيح وأن المسيح هو الأساس والوسيلة لاختبار محبة الله وكذلك فدائه وأيضاً سوف يجعلنا نؤمن بالوعد بالسماء التي يريد الله أن يعطينا إياها ما أسهل أن يقال اعتقد ما تريد وأنا أعتقد ما أريد وسنتقابل هناك كمسلم كنت أصلي خمس مرات في اليوم وأعمل أشياء كثيرة ومع ذلك وصلت على عكس اعتقادي لأنه فقط بيسوع أستطيع أن آتي إلى الله أعتقد أن المشكلة تكمن في أن الحقيقة بطبيعتها أمر حصري أي إذا كان هناك شيئان على طرف النقيض فلا يمكن أن يكون كلاهما حقاً في نفس الوقت سأعطيك مثلاً المرأة حامل أو غير حامل فلا يمكن أن تكون حبلة بعض الشيء أليس كذلك إما حامل أو لا لا يمكن أن تكون كلاهما أعتقد أن الأمر في عالمنا هو أمر شائع أن تؤمن بأن لك معتقداتك وأنا لمعتقداتي رجوعاً إلى ما كنا نتحدث عنه أعتقد أن الناس تقلل من قيمة المعتقدات وأهميتها إن معتقداتنا هي التي تحدد كيف نعيش حياتنا وإذا كانت لك معتقدات خاطئة فإنها سوف تؤثر عليك بصفة شخصية وسوف تؤثر على طريقة تفاعلك مع الناس إذا كنت أعيش في مرارة عندها سأؤمن أن الناس سيئة وسيؤذنني سيؤثر هذا على الطريقة التي أتواصل بها معهم إذا اعتقدت أن الله غادم مني وأنه سوف يحكم علي إذا لم أكن ملتزماً حرفياً إذا لم أحفظ كل وصياه وكل قوانينه فهذا سوف يؤثر على الطريقة التي أحيا بها وكيف أتواصل معه لذا فإن ما نؤمن به هو حقاً أمر مهم أعتقد أن الكثير من المشاكل التي يواجهها الناس هي بسبب تمسكهم بمعتقدات خاطئة والتي تجعلهم يقاتلون بعضهم بعضاً ويتناحرون ماذا تقول لشخص ما واجه شيئاً مماثلاً لما رأيته في حلم أو قد شعر بشيء ما ربما يبحث عن الله واختبر شيئاً ثم يقول إنه ربما يكون صدفة أو أو لا يجد معناً لما رأاه ماذا تقول لهؤلاء؟ أعتقد أنه يجب أن تسعوا بجدية هذا صحيح وأيضاً أعتقد أنه يجب أن تصل إلى مغزى التجربة إذا كنت قد أعطيت هذه الهبة إذا كنت قد أعطيت هذه النعمة التي أتت في شكل ذلك الحلم فهذا ليس بسيطاً بل يجب أن يؤخذ على محمل الجد لأن فهمه يمكن أن يكون المفتاح لكشف الحقيقة والحكمة والبركة التي أعدها الله لك لكي تغير حياتك أنت في خطة الله جيسون أنا سعيد جداً باستضافتك وأريد أن أترك لك فرصة كي توجه كلمة لمن يشاهدون قناة الحياة في الشرق الأوسط بالنسبة لك كشخص يهودي شخص قابل يسوع وغير الرب حياته ماذا يعني هذا لك؟ فيما يتصل بالآخرين وبمحبتك وما قد غير حياتك أريدك أن تقول أيضاً كلمة لهؤلاء الذين يبحثون عنه ماذا ينبغي عليهم أن يفعلوا حتى يعرفوا الرب ويتبعوه إن أعظم شيء فعلته فعلاً في حياتي هو أنني دعوت يسوع المسيح إلى أن يدخل قلبه لقد غير طريقة تفكيري وطريقة حياتي وطريقة محبتي وأنا هنا معكم اليوم على قناة الحياة لأن محبة الله ومحبة الرب قد أعطتني محبة عميقة لكم ولكل الشعوب العربية مهما كانت ديانتهم أو خلفيتهم وأريد لليهود وأريد للمسلمين كما أريد للكثير من المسيحيين الذين ليس لديهم اختبار حي مع الرب أن يعرفوه عن حق الرب يريد أن يزيل خوفك هو يريد أن يزيل أوجاعك وهو يريد أن يتعامل مع ألمك وهو يريد أن يجعلك خليقة جديدة هو يريد أن يمسح الماضي يريد أن يأتي الجديد إلى حياتك ويريد أن يعطيك رجاء ومستقبلا بمعنى أن يكون مستقبلك أفضل من ماضيك وليس هناك شك أنه إذا بحثت عنه وإذا طلبت منه أن يظهر لك نفسه وإذا كنت صادقا فعلا وفتحت قلبك على حقيقة شخص المسيح سوف يلمسك لن يغيرك بالكامل فحسب ولكنه سوف يستخدمك لتحدث تأثيرا في حياة الكثيرين إني أعدك وعدا صادقا مني أن هذا هو أفضل قرار يمكنك أن تتخذه على الإطلاق أمين أمين أخي جيسون أشكرك كثيرا أنا أحبك يا أخي وأنا عيزة سنتقابل مرة أخرى في الحلقة القادمة بالتأكيد وأتمنى أن أراكم معنا